مصرع وإصابة ثمانية متسللين حوثيين بالإيران الجيش في تعز والميليشية تواصل إرسال تعزيزات إلى جبهات ثلاث محافظات صحفيون وحقوقيون يحملون المجلس الرأسي مسؤولية حياة الصحفية أحمد ماهر ويقولون ان انتهاكات الانتقالي وجه آخر للجرائم الحوثية ميليشي الحوثي تفتعل أزمة وقود جديدة والحكومة تنفي استحداث أي شروط على دخول السفد للميناء نشرة الأخبار من كانت يا من شباب يقدمها لكم عمار الروحاني وصفاء عبد العزيز أهلا بكم البداية من تعز حيث أفاد مصدر عسكري بمقتل وإصابة ما لا يقل عن ثمانية عناصر حوثية بنيران الجيش الوطني غرب وشرق المدينة إثرى مواجهات نشبت عقب عمليتي تسلل للميليشية وقال المتحدث باسم محور تعز العقيد عبد البسط البحر أن قوات الجيش تصدت لمحاولة تسلل الميليشية في جبهة ميلاد بمنطقة الضباب قبل اندلاع مواجهات بين الجانبين أسفرت عن مقتل أربعة من العناصر المتسللة كما تصد الجيش لعملية تسلل باتجاه مواقعه بالدفاع الجوي شمال غرب تعز نفذتها الميليشية من أماكن تمركزها في منطقة الخمسين وأشار البحر إلى استمرار ميليشي الحوثي في استقدام تعزيزات لعناصر كتالية من خارج المحافظة وكذا التعزيز بآليات عسكرية من بينها تحريك دبابة من منطقة البرح غرب تعز إلى جوار مصنع السمن والصابون شمال غرب تعز كما تصدت قوات الجيش لمحاولة تسلل فاشلة في الجبهة الشرقية للمدينة اندلعت على إثرها مواجهات عنيفة أسفرت عن إصابة أربعة من عناصر الميليشية المتسللة وفي السياق ذاته ووفق بيان للجيش تواصل ميليشية الحوثي الإرهابية دفع بتعزيزات إلى محافظات تعز ومأرب وحجة وبشكل غير مسبوك ضمن خرقاتها للهدنة الأممية قال البيان الذي صدر مساء السبت إن الميليشية حشدت خلال الأيام الثالثة الماضية تعزيزات بشرية وعدادا قتاليا ولوجستيا إلى مختلف الجبهات بشكل غير مسبوك البيان ذكر أن هذه التعزيزات البشرية تتزامن مع نشاط غير مسبوك للميليشية الحوثية في أعمال شق الطرقات الثرعية وحفر الخنادق والممرات الأرضية إضافة إلى نشر الطيران الاستطلاعي المسير في مختلف الجبهة نشر إعلام ميليشية المجلس الانتقالي مقطع فيديو أظهر فيه الصحفي أحمد ماهر وعليه آثار ضغط نفسي وتعذيب وهو يعترف بالمشاركة في أعمال إرهابية تتهم فيها الميليشية قائد لواء النقل التابع لألوية الحماية الرئاسية العبيد أمجد خالد وتختطف ميليشيا الانتقالي الصحفي أحمد ماهر وشقيقه مياس منذ مطلع أغسطس الفائت بعد مدهمة منزلهما في مديرية دار سعد شمال العاصمة المؤقتة عدن وسبق أن أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين وعدد من المؤسسات الحقوقية واقعة الاختطاف إلا أن ميليشيا الانتقالي لم تتفاعل مع تلك البيانات يشار إلى أن وزارتي الإعلام وحقوق الإنسان لم يصدر عنهما أي موقف إزاء الواقعة ويعد الصحفي أحمد ماهر أحد أبرز الصحفيين الموالين للحكومة وله آراء مراهضة للمجلس الانتقالي وسبق له مغادرة العاصمة المؤقتة عقب أحداث العام 2019 ليعود إليها لاحقا بعد التوافقات السياسية الأخيرة من جهته محمل صحفيون وحقوقيون رشاد العليم رئيس المجلس الرئاسي المسؤولية عن حياة الصحفي أحمد ماهر المختطف في سجون ميليشيا الانتقالي خاصة بعد نشر اعترافات له تحت الضغط والتعذيب الصحفيون والحقوقيون طالبوا في منشورات على منصات التواصل المنظمات الدولية ونقابة الصحفيين بالتضامن مع الصحفي ماهر وممارسة الضغط على ميليشيات الانتقالي للإفراج عنه وقال الصحفيون إنما تعرض ويتعرض له الصحفي أحمد ماهر في العاصمة الموقتة عدن إشارة واضحة لما ينتظر الإعلاميين من قبل تلك الميليشيا المناطقية من إخفاء وتعذيب وتوجيه للتهم ملفقة وضافوا أن عودة الصحفي أحمد ماهر إلى عدن بعد اطمئنانه وشعوره بانفراج الوضع عقبا عقاد مؤتمر الرياض وتشكيل مجلس رأسيا يكشف حالة الوهم الذي صنعت الرياض وصوقته لليمنيين كعادتها كل مرة في السياق ذاته قال السياسيون أن ميليشيا الانتقالي المدعوم إماراتيا تمثل الوجه الآخر لميليشيا الحوت الارهابية التي تمارس جرائم مروعة بحق الأهل في مناطق سيطرتها وضافوا أن تشكيلات الانتقالي عملت على انتهاج الممارسات الحوثية في التعامل مع المعارضين لها والرافضين لسياسة تمزيق البلاد التي يكرسها الانتقالي وأشار السياسيون إلى أن فيديو انتزع اعترافات بالقوة من الصحفي ماهر يثبت السلوك الوحشي الذي تمارسه الميليشيا التي تدعمها الإمارات قالوا أن جريمة اختطاف وتعذيب الصحفي ماهر تضاف إلى سجل جرائم تلك الميليشيا العنصرية مشددين على ممارسة ضغوط محلية ودولية لإيقاف تلك الانتهاكات بحق النشطاء والصحفيين أعربت منظمة سام للحقوق والحريات عن كلقها وإدانة يائزاء تعنتي النيابة العامة في عدن والواقعة تحت سيطرة ميليشيا الانتقالي المدعوم إماراتياً أمام تنفيذ قرار الإفراج عن 14 مختطفاً اتهمتهم الميليشيا بالوقوف وراء اغتيال آئمة المساجد في العاصمة المؤقتة ودعت المنظمة في بيان اليوم الأحد المجلس الانتقالي والنيابة العامة لتحمل مسؤولياتهم وتنفيذ حكم الإفراج عن المختطفين دون قيد أو شرط في وقت أعلن المختطفون فيه الإضراب عن الطعام ابتداء من يوم أمس السبت المنظمة اتهمت النيابة العامة في عدن وخصة وكيلها أدهم العورقي بعرقلة تنفيذ الحكم الصدر ببراءة المختطفين وقالت نتأخر النيابة العامة بالإفراج عن المختطفين يظهر تعنطاً غير مبرر كما حذرت من أن سلوك النيابة العامة خرج عن دوره في تطبيق وإرساء قواعد القانون إلى المشاركة في الإمعان بانتهاك حقوق المدني ودعت نظمة سام المجلس الانتقالي بضرورة الإفراج عن المختطفين والعمل على تقديم المخالفين في تطبيق قرارات الجهات القضائية للمساءلة القانونية قال مسؤول حكومي سابق في محافظة شبوى الوقاعة تحت سيطرة ميليشي الانتقالي المدعوم الإماراتية إن تلقي تهديدات أجبرته على مغادرة البلاد وأشار مدير عام فرع الهيئة العامة لحماية البيئة السابق محمد سالم مجور إلى تلقيه تهديدات من قبل مدير مكتب محافظ المحافظة عقب نشره كتابات حول شركات النفط والخطر البيئي الذي تخلفه الشركات النفطية العاملة في شبوى وأوضح المسؤول السابق أنه قام بفتح ملفات تحقيق في فساد شركات النفط العاملة في حقل العقلة وأرسل مذكرات رسمية للسلطات المختصة للحصول على معلومات أو ردود تؤكد أو تنفي صلتهم بالأمر كما أرسل مذكرة مماثلة إلى مكتب المحافظ أعقب ذلك تلقيه تهديدات من مدير المكتب ظهر جلياً الهدف من التحرك العسكري الأخير للانتقالي المدعوم إماراتياً في شبوى ويتمثل ذلك الهدف في وضع اليد على مناطق الثروة النفطية وفرض واقع جديد قد يمتد إلى مناطق أخرى ذات صفة مشتركة مما يشكل تهديداً للثروة القومية أثارت التحركات الأخيرة للقوات والتشكيلات العسكرية الموالية للإمارات نحو مناطق الثروة النفطية وحقول النفط والغاز في المناطق الشرقية مخاوف الكثيرين من تحولها إلى بؤرة صراع تهدد بتعطل الصادرات اليمنية وتفقد الاقتصاد اليمني أهم ركائزه الأساسية التي يعتمد عليها لتمويل الموازنة العامة للدولة وعكست الأحداث الأخيرة في مثالة النفط والثروة النوايا الخفية بالاستحواذ والسيطرة على قطاع النفط والغاز في محاولة لفرض واقع جديد على المناطق الغنية بالثروات الباطنية وطبقاً لاقتصاديين فإن اليمن يعتمد بدرجة أساسية لتمويل الموازنة العامة للدولة على الموارد النفطية والغازية الأمر الذي يجعل أي محاولة لتصعيد الصراع في هذه المناطق الغنية بالثروة النفطية تهديداً بالدرجة الأولى للاقتصاد اليمني بشكل عام وتسعى الأطراف المحركة للأحداث الأخيرة في شبوه إلى فرض واقع جديد مخطط له منذ سنوات ووصل الآن إلى ذروته بعد القرارات الأخيرة للمجلس الرئاسي التي تسعى إلى تنكين الطرف محدد وهو المجلس الانتقالي الجنوبي من زمام الأمور في الحكومة والمحافظات الجنوبية والمواقع الاقتصادية والحقول النفطية وخصوصاً في شبوه وحضرماوت وموانئها ومنافذها البحرية إذ تشكل هذه المناطق أهمية كبيرة في الخريطة النفطية لليمن باحتوائها على ما يزيد عن 17 حقلاً نفطياً منها حقول منتجة وأخرى قطاعات واحدة ومفتوحة للاستكشاف وتشير تقارير اقتصادية إلى خسارة الحكومة نحو 6 مليارات دولار من عائدات النفط والغاز منذ اشتعال الحرب في البلاد مطلع عام 2015 التي أدت إلى مغادرة عشر شركات عالمية مستثمرة في القطاع وعشرات الشركات المحلية في النشاط ومجالات اقتصادية أخرى ونبقى في شبوى حيث أفد شهود عيان بحدوث إطلاق نار عشوائي داخل مجمع العاصمة المزدحم بالمسافرين العابرين وقال الشهود إن عدداً من حافلات النقل الجماعي تعرضت لأضرار مباشرة جراء إطلاق النار وسط حالة هلع وسط المسافرين وتزايدت مؤخراً حالة إطلاق الأعيرة النارية وسط الأحياء السكنية والشوارع العامة من وقت لآخر في ظل انفلات عملي غير مسبوك بالمحافظة ألغى عضو المجلس الرئاسي عيدروس الزبيدي قراراً أصدره وزير الدفاع بتعيين قائد جديد لللواء 39 مدرع حماية رئاسية وفي الثلاثين من شهر أغسطس الماضي عين الفريق محسن الدعري العقيد حسن محمد القاضي الدياني قائداً لللواء خالفاً لللواء عبدالله الصبيحي يظهر الزبيدي رئيس المجلس لانتقل المدعم إماراتياً في وقت لاحق من يوم أمس السبت وهو يستقبل علي محمد الدوري بصفته قائداً لللواء وكان وزير الدفاع قد كلف الدوري رئيساً لعمليات اللواء ذاته ضمن حزمة قرارات تعيين عسكرية أصدرها تمهيداً لاعتمادها من رئيس المجلس الرئاسي بتعيين الضباط في المهام المكلفين بها ويمارس الزبيدي مهم رئيس المجلس الرئاسي الذي يتواجد في السعودية حالياً منذ منتصف الشهر الماضي في المهرة حذرت لجنة احتجاج من التحركات التي تقوم بها ميليشيا الانتقالي عبر جلب مرتزقة من خارج المحافظة لإشعال الفوضى وقالت لجنة الاعتصام السلمي في اجتماع عن استثنائي الأحدين الاستفزازات التي يقوم بها الانتقالي تمثل تجاوزاً للأعراف والتقاليد القبالية والمجتمع المهري بشكل عام واشر رئيس الدائرة السياسية في اللجنة سعيد عفري إلى أن لجنة الاعتصام السلمي ستقف مع جميع أبناء المهرة لإفشال جميع المخططات والمؤامرات التي تحاك ضدها ومنع انزلاقها نحو المجهول وقال إن اللجنة لن تقف متفرجة لما يحدث من محاولة إثارة الفوضى والمناطقية وسيكون لها موقف بعد التشاور مع الأحزاب السياسية وشيوخ القبائل والشخصيات والسلطة البحرية يتساءل مراقبون ما الذي أزعج الرئيس العليمي ودفعه لمغادرة العاصمة المؤقتا عدن دون أن يضع جدولاً زمنياً يحدد فيه متى تكون عودته وهل جاءت مغادرته نتيجة ضغوط تعرض لها بعد تمكين ميليشي الانتقالي من إحكام قبضتها على شبوة وأبيان تتوارد المعلومات في وسائل الإعلام اليمنية عن تزايد حالة التصدع بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وفشل رئيسه الدكتور رشاد العليمي في معالجة تبعات وتداعيات الأحداث الأخيرة في شبوة خصوصاً بعد أن صار العلمي نفسه متورطاً في دعم الميليشيات الانفصالية الذي وفر لها غطاء لمهاجمة الجيش والقوات الأمنية في مدينة عطق وسلم المحافظة للانفصاليين وفقاً لرغبة السعودية والإمارات ما تسبب بانهيار التوافق وشراكة داخل المجلس الرئاسي الذي قام على أساسها واستندت مشروعيته وشرعيته عليها لكن العلمي جرده منها بتمكين مكون الانفصاليين من السلطة والسيطرة على المحافظات الجنوبية وبضعفه أمام عيدروس الزبيدي الذي أصبح مسيطراً بشكل كاملاً على قرار مجلس القيادة بدعم سعودياً إماراتيا وهو ما أزعج رشاد العليمي وغادر إلى أبو ظبي ثم إلى الرياض التي اعتكف فيها منذ قرابة عشرة أيام وخلال فترة اعتكافه هناك حاول معالجة تداعيات ما حصل في شبوة وعقد لقاءات غير معلنة مع أعضاء في مجلس القيادة الرئاسية لكنه فشل في الحصول على دعم منهم بل يحملونه المسؤولية الكاملة في تسليم محافظة شبوة للانفصاليين والتواطئ ضد الجيش وقوات الأمن هناك ويطالبونه باتخاذ قرارات وإجراءات سريعة لإعادة الاعتبار للتوافق وشراكة داخل المجلس على أن ذلك بحسب أعضاء في المجلس الرئاسي مرهون بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل اجتياح محافظة شبوة من قبل الميليشيات والعمالقة الانفصالية الموالية للإمارات والالتزام بمهام ووظائف ومسؤوليات المجلس المنصوصة في الإعلان الرئاسي وأبرزها توحيد جميع التشكيلات العسكرية في إطار وزارة الدفاع والداخلية في ضوء هذا الفشل والانكشاف تقول مصادر مطلعة ليمن شباب إن رئيس رشاد العالمي قوبل بتجاهلا وعدم اهتمام من الجانب السعودية وفشل في إقناع القيادة السعودية بأهمية التعامل معه مباشرة وليس عبر عيدروس الأمر الذي دفعه لعقد سلسلة لقاءات مع سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من الدول الغربية والصين واليابان آملنا الحصول على دعم دولي يمكنه من صلاحياته كرئيس لمجلس القيادة بعد أن تورط وساهم في تجريد نفسه منها بدعمه للميليشيات الانفصالية أقرت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تابعة للحكومة خفض عدد الرحلات اليومية عبر منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية إلى 30 رحلة في اليوم وزعة على 21 شركة وكانت شركات النقل قبل هذا الخفض تسير يوميا عبر منفذ الوديعة ما بين 80 إلى 120 رحلة على مدار اليوم وأعادت الهيئة هذا الإجراء إلى الازدحام في منفذ الوديعة البر وتكدس المسافرين في المنفذ في مكان مسافرون إلى هذا الخفض من شأنه خلقوا مشاكل أمام المغتربين جراء عدم قدرتهم على السفر بحسب المواعيد المحددة من الجانب الصعودي والاربعاء الفائت أعلنت الهيئة الحكومية التابعة لوزارة النقل وقف الرحلات عبر منفذ الوديعة لمدة أربعة أيام بعد تكدس أكثر من 70 حافلة في المنفذ قبل أن تعلن استئناف العمل أمس السبت سجلت جامعة إب تدنيا في عملية القيد والتسجيل بشكل لافت خلال العام الجاري وبنسبة وصلت إلى أكثر من 80% مقارنة بالأعوام الماضية ووفق مصادر أكاديمية فإن الجامعة ومنذ تأسيسها في العام 1996 لم تشهد تدنيا في الإقبال بمختلف كلياتها بشكل الذي تظهر به هذا العام مما يهدد بإغلاق كليا لعدد من التخصصات في الجامعة ورغم إعلان الجامعة تمليد التسجيل لأكثر من مرة إلى أن هذا الإجراء لم يحقق هدفه في رفع نسبة الإقبال كما فشلت الوسائل الأخرى في رفع أعداد المسجلين بحسب المصادر نفسها وشهدت الجامعات في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي تراجعا في أعداد الملتحقين بسبب رفعها رسوم الالتحاق إلى معدلات قياسية ضمن ممارستها لجني المزيد من الأموال والجبايات تعيش مناطق سيطرة الحوثيين منذ مسائل سبت أزمة وقود جديدة افتعلت الميليشيا رغم تدفق سفن الوقود عبر ميناء الحديدة بموجب الهدنة الأممية السارية منذ الثاني من أبريل الماضي سبق ذلك الخطوة بساعات أن أجبرت ميليشيا الحوثي ملاك محطات الوقود على التوقف عن بيع مادة الديزل في جميع مناطق سيطرتها رغم توفر كميات هائلة في محطاتهم وبدأت الميليشيا بتطبيق ما تسميه خطة طوارئ في توزيع الوقود تسمح بتعبئة 40 لتر لكل مركبة خلال أسبوع وسطا طوابير طويلة للمركبات أمام محطات الوقود في صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيا وتؤكد تقارير حكومية تفريغ 35 سفينة في ميناء الحديدة وهي جميع السفن التي تقدمت الميليشيا بطلبها خلال الفترة وتحمل كمية مشتقات تقدر بأكثر من 900 ألف طن وانتقد النائب الموالي للميليشيا عبدو بشر هذا الإجراء من جانبها وقال في تدوينة له على تويتر إن الأزمة التي أعلنت عنها لا مبررة لها مشيران إلى إمكانية حل هذا الإشكال بطرق أخرى ليس من بينها اختلاق الأزمة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية وعدم التزام الميليشيا بصرف المرتبة من جهتها نفات الحكومة استحداثها شروط أو قيود على دخول المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية وقالت وزارة الخارجية في بياننا ميليشيا الحوثي تجبر شركات وتجار المشتقات النفطية منذ العشر من أغسطس المنصر على مخالفة القوانين النفذة والآلية المعمول بها الاستيراد المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة منذ الإعلان عن الهدنة ما يؤدي إلى عرقلة دخول السفن بشكل منتظم البيان الحكومي اتهم الميليشيا الحوثية بالسعي لخلق أزمة مشتقات نفطية غير حقيقية بهدف ضخ الكميات المخزنة منذ بداية الهدنة إلى السوق ككميات تجارية تباع في السوق السوداء لمضاعفة أرباحها الحكومة قالت إنها أبلغت المبعوث الأممي ولا اطرف الدولية بخطورة محاولة الميليشيا تجاوز الألية المعمول بها والتي تهدف من ورائها لتسهيل استيراد النفط المهرم وإدخال المواد المحضورة بالإضافة إلى إعادة تشغيل السوق السوداء التي يجني من ورائها الحوثيون أموال طائلة أعلن نادي القضاة نجاح أول يوم من الإضراب في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي على خلفية الاحتجاج على جريمة اختطاف وقتل عضو المحكمة العليا محمد حمران وأكد النادي عدم التراجع عن البيان الذي أصدره قبل يومين وقال لا مجال للتراجع أو التنازل عن أي من بنوده ومطالبه جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع اللقاء التشاوري لأعضاء الجمعية العمومية لنادي قضاة اليمن قال فيه إن القضاة يخوضون أخطر وأكبر معركة يواجهها القضاء والعدالة وشدد على الثبات والوحدة في معركة القضاء الوجودية منعت ميليشيا الحوثي الانقلابية عشرات الشاحنات المحملة بالبيض من نقل شحنتها باتجاه المحافظات المحرى الراحث تحتاجز العديد من الشاحنات في ميدان السبعين بصنع نعم وعلى إثري هذا المنع قام تجار وموردوا البيض وملاكوا مزارع الدواج بإحراق كميات كبيرة من البيض أمام مبنى وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء الخاضعة للميليشيا وقال أم لكم مزارع الدواج أن قرار المنع من قبل ميليشيا الحوثي تسبب لهم بخسائر كبيرة حيث أتلفت وتضررت كميات كبيرة من مادة البيض واحتج العشرات من مزارعي الدواج أمام مبنى وزارة التجارة والصناعة الحوثية للتنديد بسياسة فرض القيود على عملية البيع والتوزيع المحلي بين المحافظات وأفاد الملك أن الميليشيا تسعى من وراء هذا الإجراء إلى خلق أزمة في الدواج والبيض بمناطق الحكومة دشنت شرطة السير بمدينة تعز برنامج السلامة المرورية لطلاب المدارس بالتعاون مع مكتب التربية والتعليم في المحافظة ويشمل البرنامج المدارس في مديريات القاهرة والمضفر وصالح حيث حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل وفي تصريح ليمن شباب قال مدير شرطة السير العقيدة عبدالله راجح أن هذا البرنامج يهدف لإيجاد وعي مروري مستمر لدى طلبة المدارس الزميل اليوم هي المدارس المحافظة الغرض منه هو إصابة السير المرورية استكمال البرنامج التوعية المرورية مسئلة الجميع المسخة الثانية بالتعاون واشتراك مع قيادة مكتب التربية والتعليم في تعز ومع أخوة مدرعة المدارس وذلك لإيجاد دماعي مروري مستمر ومتقدد في الإصابة السير المرورية لأبناء الطلبة على طالع من خلالهم أن ننطلق الأمام في تحقيق وعمل المثمر يحقق رهم السلامة العامة ويحقق عمل التنمية الثقافة والتنمية المستدامة في إطار الجزام بالأخلاق العام والأداب العام والنظر وختام نشر هذا تذكيرا بأبرز ما جاء فيها مصرع وإصابة ثمانية متسللين حوثيين بنيران الجيش في تعز والميليشيا تواصل إرسال تعزيزات إلى جباهات ثلاث محافظات صحفيون وحقوقيون يحملون المجلس الرئاسي مسؤولية حياة الصحفية أحمد ماهر ويقولون إن انتهاكات الانتقالي وجه آخر للجرائم الحوثية ميليشيا الحوثي تفتعل أزمة وقود جديدة والحكومة تنفي استحداث أي شروط على دخول السفن للميناء ختم النشرة نشكركم على طيب المتابعة إلى اللقاء في أمان الله اشتركوا في القناة